اشتركوا في القناة كانوا يعرفون كيف يزرعون الشعير وكيف يزرعون الزيتون وكيف يستخرجون زيت الزيتون من الزيتون وكيف يخمرون حتى الزيتون حتى أصبحنا الآن نتطلع إلى العلوم الخاطئة العلوم أقول خاطئة وأتحمل مسؤوليتي العلوم الآن صناعات غدائية كلها تقنيات خاطئة من تعقيم الحليب إلى استخراج الزيت إلى تصبير السمك صناعة كلها خاطئة الآن يجب إعادة النظر في هذه الأشياء التي الآن تقتل العالم وقد سمعتم ما يقع الآن في إيطاليا وفي ألمانيا وفي الدول الغربية وكذلك في أمريكا أن الآن الشعوب تريد الرجوع إلى الطبيعة تريد أن تأكل من خشاش الأرض ولكن أين هو خشاش الأرض إذا كان الحلزون أصابت حتى التقنيات الحديثة حتى الحلزون الآن يربى النحل يربى كل شيء الآن أصبح بتقنيات غربية فأين نحن من هذه التقنيات؟ وأين آباؤنا وأين أجدادنا وأين تقنيتنا وأين معرفتنا؟ ما شاء الله يعني ما شاء الله يأتي الغرب ليعلمنا كيف نرب القنية وكيف نرب الديك الرومي وكيف نرب الدجاج وكيف نولد البقرة حتى البقرة ما قلنا نعرفه الولده سبحان الله هذه هي الدل هذا الدل والاحتقار لهذه الأم لكننا ما نعرفه شلقم الزيتون هذا الدل واحتقار باش نحتاجه إحنا التقني من الغرب يأتي علمنا كيفاش لقم الزيتون ولا حتى النعناع لقم النعناع ما شاء الله يعني الفلاحة ينمع أمرهم حرتوا دل النعناع ولا حتى ولا حتى رأوك كيف ينبذ سبحان الله يعني ما شاء الله ولا حتى يعلمونا أن البطاطا هذه البطاطس خير من البطاطا كيف ينفرق بالبطاطة والبطاطس في الأكل فعذر الفلاحة قد يعرفوا حسن من يد المسائل يعني البطاطس هي بطاطس جيدة لماذا؟ لأن النساء واللوكي يشويها وجيدة وجميلة لماذا؟ لأنها نبات الغرب لأن البدور تأتي من الغرب البطاطة الحلوة ديالنا اللي كنا نسير لا نستعمل فيها لا سماد ولا أي مبيدات ولكن البطاطة الحلوة هذه متخلفة هذه والقرعيات هذه القرعية القرعة هذه ليس فيها شيء غذائي هذا شيء خبيث وماذا نأكل؟ ونأكل الإسبانخ لأننا شناف الأفلام الإسبانخ غني بالحديد سبحان الله والشعير المغربي ليس فيه حديد والدجاج البلدي في المغربي ليس فيه حديد والسمك ليس فيه حديد سبحان الله يعني هذه هي الأشياء الخطيرة التي يجب أن نتجنبها فالنظام الغدائي السليم أو توازن الغدائي أو سميته مؤخراً حتى لا تصاب بأمراض هكذا العنوان حتى لا تصاب بأمراض أنا أضمن لكم أن لن تصابوا بأمراض إذا اتبعتم هذا النظام أنا أضمن لكم هذا الشيء رغم أن تضمن لشيء أنه لا يمرض يعني حتى في الإسلام فيه نظر لا يمكن ولكن إذا اتبعتم هذا النظام فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع هذه القاعدة كثير من الفقهاء يعني كل الناس يعرفون الحديث لأن الحديث متواتر كين بعد يعني كين بعد نوع من الحديث الذي لا يعلمه إلا الفقهاء ولكن كين نوع من الحديث الذي يحفظه العام وال يعني كل الناس فهذا النوع من الحديث وما يسمى بالحديث المتواتر والمأتور وكل الناس يحفظون عليهم لا يحفظون العنعنى ولا الأصل ولا ولا أصحابه ورجاله هل هم ثقات أم لا أم سلسلة ذهبية أم 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 يعني هذه يعني عليهم أدوات فقهية لكن النص والحديث والمعنى والمغزى كل الناس يعرفون هذا الحديث نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع إذا التزمتم بالحدين في علم التغذية انظروا ماذا هنا لريسك هذا يعني من أين يأتي السرطان إذا التزمتم بها الحدين لا نأكل حتى نجوع إذا أكلنا لا نشبع الحد الأول جوع الحد الثاني لا تنفخ البطون يجب أن لا تنفخ البطون خلوا تلوت للأكل تلوت للماء تلوت للنفس إذا اتبعتم هذا النظام سنستأصل أكثر من 38% من الزوائد والسرطانات وارتفاع الضغط وأمراض قلب الشرين والتخمة إذا اتبعتم هذه القاعدة نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع ليس غير تقرأوها تبقوها الله أردع لكم لأن الغريزة والطعام غريزي والشهوة غريزية والعبادة بالطعام هي أول ما شرع الله للبشر لما خلق سيدنا آدم يعني كل الأشيار وكل الخيرات في الجنة ولكنها عن شجرة واحدة فقال ولا تقرب هذه الشجرة وعرفها له لكي يقولوا اشتحاب القانون لا يعضروا أحد بجهله القانون لا أراها له قال لي هادي لا تقرب هذه الشجرة عرفها له ومع ذلك اقترب من هذه الشجرة ولذلك أقول أن سياسة المنع سياسة غير صائبة لما تمنع الناس عن الأشياء يذهبوا إليها سيدنا آدم لما منعه الله سبحانه وتعالى من شجرة واحدة من بين مليارات الأشجار أكل من هذه الشجرة ونحن كذلك جميع الحيوانات هي مرخصة لكن لا الخنزير حيوان واحد حرام ونأكله والخمر مشروب واحد حرام ومع ذلك يذهبوا إليه الناس من بين الخيرات العديدة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للبشر فنتبع هذا النظام النقطة الأولى النقطة الأولى هي أن يكون الجسم دائما يحس بالجوع وليس بالانتفاخ هذا هو الحد لخص الجسم يكون يعني لماذا لأنه ممكن أن تعرف الجسم لما يكون في حاجة ولكن لا يمكن أن تعرف الجسم لما يزيد عن الحاجة لا يمكن أن تعرف أنت ملأت بطنك بنصف كيلو جرام من اللحم والجسم يحتاج من خمس من خمسة وثلاثين إلا خمسين جرام لا أقل وأكثر تسد حاجة الجسم يعني ما بين خمسين جرام حتى الخمسمائة جرام زيد على الخبز وزيد لك المال يشربتي وزيد على السكريات وزيد مسائل ستلقى ابتعدت من الحد الأدنى بألف وخمسمائة مرة في المئة لا يمكن أن تكون صحيح لا يمكن باتات لا يمكن لازم تكون عندك ارتفاع الضغط الهيبرتنسيون يجب أن يكون عندك زوائد يجب أن يكون عندك سرطان يجب أن يكون عندك أشياء ولو بعد حين يعني ولو بعد السنوات أما إذا التزمت الحد الأدنى وهو الجوع أنا أنا يعني أقول بأن كي تعرف الجسم لك وشفيت الحد ولا ما فيت الحد هو الذي في الكيمياء تنسميه التيتراج أسيدوبازيك من الذي يولدك اللون أحمر تتعرف بأن القدر وصلت لي التيتراج التي تنسميه الدوزاج بالفرنسية لكي تعرف الجسم ديالك لكي تقادي يعني التقدير الأدنى هو أن الجسم من الأحسن يكون يحس بالجوع يكون يحس شيئاً من الجوع تم تتعرف تتضبط أن الفيزيولوجيا ديالجسم متوازنة أنك على أحسن ما يرحب فإذا كان من غير الممكن أن يتضبط للشخص التغذية فليصم وسياً الرياضة تقاديهم ليس لن guerش يسوم أبغى interessان بنشر أن يجوع أنا كنقول جوع يومين في الأسبوع ما تغد plais غير يومين لا تغد قاعدة تصوم غير يومين ما تتغذي لأني الذي يهمني وصح أحد الناس يعني اللي بغيت تعبد الله منك لأني ما أنا شيء بسيط بينك و بينهم إلا ما قدرت تصوم عجوع يومين في الأسبوع جوع يومين في الزعب أنتم كدلوا الرياضة كل أصباح جوع ومرتين في السماشي جوع وغير ما تتغذي مرتين في الأسبوع ما تتغذي ثلاثة الجمعة ولا الحد ولا ربعة ولا اللي بغيت تخير ثنين والخميس دير اللي بغيت الإسلام ما يحدد لا لون ولا نهار إسلام ما يحدد قاعد لون لا الخضر ولا البيض ولا أصفر ولا الكحل بس اللي بغيت وما يحدد إسلام ما يمشي لهذا القشور إسلام يعني يتسامع عن هذه الأشياء فلما قدرت تصوم عجوع مرتين في الأسبوع ما تتغذي وغير تشوف إني هيا جربوا سترون جربوا سترون بأنفسكم يعني وشربوا الماء كثير وجوع مرتين في الأسبوع هذه تشوف أن الجسم يتضبط أنت تضبط نفسك بلا ما يضبطك الطبيب أنت تضبط نفسك ثم إذا كان من غير الممكن الحل الثالث على الأقل سوم رمضان يمكننا قسمي لكم أنا ما كنت سوموا رمضان من ناحية الشرعية أنتم تصومون رمضان الصيامكم مقبول ولكن من الناحية الطبية ستشوف إحدى لا يصوم رمضان يقلبون فطور رمضان ورمضان في طورة قلبون النهار ليل وليل النهار على الأقل صوم رمضان رمضان صوم رمضان جوع طيحي الوزن ديالك وضبط فيزيولوجيا ديال الجسم صوم كما بغاك الله تصوم معنى كما بغاك الله تصوم أنك تأكل نفس الشيء الذي كنت تأكله في الشعور الأخرى ثم تعمل بنفس العمل الذي كنت تعمله ماشي ما تقربش له راساين بعده من وراء قدي تقلق خليه نعصر عياله وراها صاين ما يخدمش مع صاين ما يطلعش دراج صاين ما يتقداش صاين ما يجبتش الماء صاين ما يسترعش صاين ما يحرج على لا يمكن خصك تصوم على الأقل رمضان والله ثم والله ثلاثة مرات لو كانت الأمة تصوم رمضان طبياً أقول لما فقهياً مقبول صيامكم والله لو كنتم تصومون رمضان كما ينبغي أن يكون من الناحية الطبي فوالله لا لن يصاب أحد بالأمراض من الزوائد من الزيادة في الأكل لأن هناك أمراض تأتي من الزيادة في الأكل وكان أمراض تعفونية طبيعة الحال هذه جورتوم كيصيبك تمرض لكن أنا أتكلم عن الأمراض المستعصية الأمراض الخضيرة الآن اللي كتشوف على الشمال هذا العوامل للاحتمال للسرطان والآن هذو البروتكتيز فاكتور هذو اللي كي يحدوا من سرطان اللولين كيصبوا السرطان ثاني كيحدوا من السرطان الدسم الدسم يعني الناس اللي كي يأكلوا المشوب كل نهار ولمتى يأكلوا على المشوب والحياة ثم ولا شيء حاجة هذا أمراض ما ما يمكنش يعني عقل ما يمكن فيه كوليسترون ولا قطرة ولا حاجة القطرة ما هي القطرة عندكم ثم مرض خاطئ القطرة أكا أقل ما يمكن أن يصاب بالناس اللي كيأكلوا الدسم كثير ممكن تأكل دسم مرة ومرتين في الأسبوع وتعمل من الجهن لتحرق هذه هذه الدهنيات نعم أما لأنك تأكل دسم ثم تجلس يعني هكذا آآ بدون عمل له فهذا آآ هذا يعني آآ الدسم فات ثم اللحوم عاد الكيمويات الغير مغدية ثم المضافات الغدائية ثم الملويتات يعني تكون كيموية أو تكون جورتمية يحفظ منا سبحان الله هناك الحيوان كيسبب السرطان هناك النبات يقي من السرطان عموما يعني عموما لما نخلوه في التفاصيل إن الفيبر هما الألياف هنا الفواكه الميكرونيتريانس اللي كي نحتفل كرافصو المعدنوس والنعناع إلى كالزينيان عاد بعد المواد الغير 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 المغدية فنمشي أن الدسم المشبع هو الشحمة نفرقه ما بين زيوت والشحوم هنا الشحوم هي الأولى من اللي غدا الفيبر هذي كتبط وهذه كتطلع يعني الفيبر ريتش فود يعني هما الألياف هما الحبوب الشعير القمح والأشياء اللي فيها اللي فيها الألياف يعني سبحان الله في وقت كان العلماء يقولوا لني ناس أن الذي يأكل الحبوب متخلف ويجب أن تأكلوا لحوم حتى أن أصبحت اقتصاديات البلدان تقاص بكيلو جرام بروتين مستهلك وإذ كلما كان هذا الكيلو جرام المستهلك يعني ضعف كلما كانت الدولة متخلفة الآن العلماء كلهم يقولون كفا كفا يعني سطاب سطاب ايتين ميت كفا من اللحوم إنها تصبب أسطاب ارتفاع الضغط وماذا نأكل تأكل النخالة في محلها ذهبوا من سنة الإنسان ورجعوا إلى سنة الحيوان اللوبيزيتي هي التخمة أو السمنة كنتمشي للسمنة والسمنة دائما مع أربعة هذا ما يتفرقوش هذا خمسة، هذا يقولون كفا في الأنجليزية، الخمسة ما يتفرقوش يعني السمنة الذي لديه سمنة مفرطة إنه في طريقه إلى السكري ويكون عنده ارتفاع الضغط ومطابعة الكوليستيرول وكارديوفسكولير يعني أمراض القلب والشرائي هذه الخمسة لا يتفرقوش والعالمة ديالهم هي الزيادة في الوزن ولكن ليس الزيادة في الوزن عادية لأن الجسم دياله غليد شوية ولكن صحيح الزيادة يعني الوزن يتزاد شيئاً فشيئاً ولكن الزيادة دياله مفرطة يعني ما تياكلش كثير ولكن الجسم دياله فيه سمنة فهنا كان خطر هنا كان خطر لازم الشخص هو يضبط نفسه ممكن هو يضبط نفسه إلا كان ما قادرش يحبس الأكل فليذهب إنه في طريقه إلى السكرية فليذهب إلى السكرية إلا ما قادرش يحبس الأكل إلا ما قادرش الدواء إلا ما قادرش يجوع ما قادرش على الدواء وما بغيش شفاء دياله اللي قادر على الجوع ما عمر تصيبوش حاجة أبداً هذا أستطاق guesses هذه التوصيات الأخيرة من المحضور إن الأمريكا كان من جملتهم الكوليسترول والمستخيل هذا ليس مجتمع لنا اوقعنا الله جميعاً مجتمعا هناnov ألاً ينافعا البحر وهذه التدخين والكحول والناس الذين يريدون يعلموني العلوم هؤلاء هم الذين يعلموني ما نكله وهذا كان من جملتهمigation奶ل والمستخيل الكوليسترول في الغرب الآن حديت ولا حرش الكوليستيرول حدث ولا خرج ليس هناك شخص لا يوجد كوليستيرول في الغرب ثم الكحول وصلنا للكحول هنا لما يجتمع الكحول مع التبغ لما يجتمع كحول مع التبغ تعطي سرطان محقق بدون شك ولا بعد حين ثم طبيقو كونسيبشن مع الإتانول كيوصل للريسك هنا 81% رأيكم وشحال ربعة واربعين من تسعة عشر هنا ثمانتعاش منك تصل كثير من عشرين ثم واحدة وثمانين في الميان واحدة وثمانين في المية الكحول منك يجتمع الكحول مع التبر هنا الأنواع سرطان هنا رئة عند الرجال عند النساء سرطان الدم سرطان الكبيد سرطان المعي الغليد الكولوريكتال والمستقيم وكذلك سرطان المعي يعني هنا الكوريليشن يعني مبيناتهم تتلقى أن الرئة من طبيعة الحال الرئة بالنس اللي يدخنونه اسميته 0.62% يعني كنسمه كوريليشن بوزيتيف يعني هنا ترابط إيجابي ثم كذلك الليفر 0.47% الكبيد دائما تبغ والكحول وتابعهم النظام الغذائي الضايت دائما هذه الثلاثة ذو عقل العلم تبغ الكحول والضايت الضايت بالأنجليزية والحيمية والنظام الغذائي والريجيم فهذا النظام الغذائي تلقى أن تقدير هو 35% من مجموع السرطانات والله شيء كثير شوفوا 35% من جميع السرطانات المميسة السرطانات يعني الخطيرة هذه فهذا الشيء يعني النظام الغذائي يا إخواني هل يأتيكم هل ممكن أن يأتيكم المرض من غير ما تأكلون وتشربون هل ممكن؟ لا يمكن أن يأتيكم المرض من غير ما تأكلون وتشربون إلا حوادث الله يحفظ يعني إنسان يترسل ولا يجراح ولا حاجة ولا أما الأمراض الخطيرة كلها تأتي مما تأكلون وما تشربون إذا ضبطتم جيداً نظام الغذائي فستضبطون جيداً في زيولوجيا الجسم وبالتالي ستتحكمون في صحتكم وتبقون إن شاء الله معافين بعافية وبصحة جيد فإذا أفرط الشخص إذا أفرط الشخص في الأكل وفي هذا النظام الغذائي يعني تعامل مع الأغذية وكأنه علف كأنه علف تماماً على أن الحيوان يعرف باش يسمن يعني وكأنه علف هنا يكون الخطر لا يعني خطر ولا محالة ولا تقولوا هذك خينا جرعبنا وخلعنا بالكونسير هنا والله يكون غير ستنخلع كومنيت باش يتقلو باش يتقعوه صحاح النظام الغذائي والسرطان الآن السرطان هو يعني بعد أمراض القلب في الولايات المتحدة وفي الغرب عموماً فالسرطان هو ثاني مسبب للموت بعد أمراض القلب بعد أمراض القلب والشرائي يعني في الاثنان كلهم يجيون من الأكل أمراض القلب والشرائي والسرطان يجيون من الأكل فبجوجهم يعني هنا بعد هيرت ديزيز والثاني الآن عدت عرفت هذه الأمراض من اللي المناعة دي الجسم قلت عند المرأة المرضع وعند الحامل المرأة وي حامل المناعة دي لقلت من طبيعة الحال الطفل غد يجي يعني مرتخي ويجي ضعيف البنية ومن طبيعة الحال شوف شحال غد ياخد في الطول بعد ثلاث سنوات واربع سنوات ومن اللي كان نفخوه بالحال يبدأ الصيدليات غد ياخد نمو جسم ولكن ما ياخدش نمو فكر ربما الطفل يبالك عنده خمسة عشر عام وراء الدعاء خمس سنين من اللي تعطيه عملية دي الحساب ما يعرفش لها ما هو الطول دياله ولا عدو متر وربعين فتما غد يكون نمو دي الجسم ولكن دون نمو الفكر فخص يكون تجانس نمو الجسم مع نمو الفكر اللي كان في حليب الأم فقط وليس في أي مكوين آخر من صنع الإنسان فما هو السرطان من طبيعة الحال كتعلمون أن هذه السرطان يأتي من خلل في الدئن أي الحمد النووي داخل الخلية وهذه وسمحان الله خلية السرطان هي الخلية الكسولة في الجسم ولو لم تكن كسولة لكان التورم السرطاني يظهر بعد خمسة عشر يوم وليس ثلاث سنوات هي خلية كسولة كسولة جدا خلية السرطان فمن طبيعة الحال التورم السرطاني يصبح يعني بشكل ملفت ويصبح بشكل خطير ثم يتعمم في الجسم ولذلك سمي سرطان لأنه مخوضة من العنكا بوت تعرفوا ذا العش لاجلا عنكا بوت سرطان لأنه من لوما كي يبدأ كيأخذ الجسم كله تكون مع الجسم كل vor幾now هنا دالي أن عامل Air akl الذي يسبب السرطان هو عامل يدور في الدم يدور في الدم وهذا العامل يذهب إلى كل الخلايا لما يصيب مثلا خلية البونكرياس على خلية الكبيد فيصبح في المخ أو يصبح في الرئة أو ويصبح في المعدة أو يصبح في الأمعاء أو يصبح يعني يصبح في العنق في الأصفاج يعني في هذه البلعوم أو يعني هنا تتعمم لكن تسميه في الطب يعني أطوار كان تطور جي واحد جي اثنين جي ثلاثة أملك يوصل جي ثلاثة من طبيعة الحال ليس هناك يعني إلا العملية وما يعني إذا كان خمسة ولا ستة تورمات في الجسم العملية لماذا تنفع لا تنفع فيهم العملية طبعا ينتظر الشخص أجلا يعني بعجالة السرطان هو يعني أي مرض يعني قدر يجي قدر ما يجي يعني خصوه يكون نادر هو مرض نادر وما خصوش يكون يعني نهائيا إلا واحد في مئة مليون ولا واحد في مئتين مليون ولكن الآن ولا واحد على أربعة ولا خمسة وعشرين في المئة ممن يموتون ماشي اللي مصابون ليموتون عاد المصابين غادي نوصل لثمانية وستين ولا سبعين قريبا فيها سرطان لي عارفوا ولا عارفوا ولا ما عارفوش ولا ما عارفوش المهم كين سرطان هذه هي المصيبة لماذا 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 أقول هذا القول كين سرطان اللي عارفوا ولا ما عارف لماذا لأننا نأكل نفس الشيء لأن الأشياء الذات مصنعة وكلها تباع بنفس السيء واللي يأكله الإنسان في خريبكة والذي يأكله في الربا والذي يأكله في الداربة في مدينة الأقاذير لأننا أصبحنا نأكل أي شيء فمن طبيعة الحال إذا كان هناك مرض فسيكون معمم تقريبا على كل على كل الناس الذين يأكلون نفس السيء هذا هي المصيبة وهذه لماذا تعمم السرطان في أوروبا وفي الغرب لأنهم يأكلون نفس الشيء وهذا النظام الغدائي في أوروبا هو نظام خطير جداً لأنه نظام احادي معدى نظام احادي ان الشخص يأكل نفس الشيء لمدة عشر سنوات هامبرغر فريت وبيرا ولا كوكا معهم. تصور الشخص تصوروا الشخص يأكلوا هامبرغر فريت لمدة خمسة عشر سنة. انسان مريض مريض مائة مريض. لماذا لا يأتيه سرطان? يأتيه سرطان. نعم. لماذا? لأن مسببات سرطان موجودة. فيجب ان تقطعوا مسببات سرطان.